كما تبع معناه وكما تبع معناه الرأي المهني وكذلك المواطنين فيما يخص هذا الوفيد الجديد القديم ما يسمى بتكنولوجيا داخل قطاع سيرة الأجراء أو عن سيرة الخاص بواسطة النقل مقابل الأجر كنعرفوا بأنه هناك صراع ما بين الرفض وما بين القبول لهذه التكنولوجيا لكي يشتغلوا بها داخل قطاع الخاص وكذلك للترخيص لبعض العمالات للاشتغال بهذه الوسيلة التكنولوجية داخل سيرة الأجراء نحن نتكلم بشوي على مدينة عقادير لكل يتحدث على هذه الوسيلة الجديدة هناك مواطنين وزبناء اللي يحببوا أنه يشتغلوا وينقلوا بوسيطة سيارات خاصة بوسائل التطبيق ولكن الإشكال في الكني نحن شخصنا هذا الأمر وشخصنا كذلك هذا المعضلة وهذا الإشكال بأنه هناك مسائل لا تحترم في هذا النظام الذي هو النظام التكنولوجي والاشتغال به بما يسمى التطبيقات داخل وسائل النقل وخصوصا سيارات الأجراء أو التنقل مقابل الأجراء نحن داخل القطاع ديالسيرة الأجراء وبصفتنا نسؤل على السائقين والدفاع عنهم عن حقوق ديرهم نرى من الجهات الثانية أنه يجب على جميع السائقين أن نخطف هذه الوسيلة ديالتكنولوجيا لأنه عدم الانخراط ديالنا داخل هذه الوسيلة ديالتكنولوجيا والاشتغال بها والمطالبة بالترخيص للسائقين للاشتغال بها لأننا نعرف بأنه الآن جاء النسل هما لا علاقة لهم بالقطاع وهما ليسوا مهنيين وكذلك لا يمتينون السياقة بداخل سيارة الأجراء ولا يتوفرون على رخصة اتقاء أو البطاقة المهنية رغم أن هناك إشارة من الوزير النقل أن كل من يرغب أن يشتغل بهذا النظام الجديد التكنولوجي أو عبر سيارات الخاصة مقابل الأجر لابد أن يكون مهني ويتوفر على بطاقة مهنية إذن هنا فين غد يكون الخلال لأنه الآن هناك شركات عالمية معروفة وهي خضراء اللون بالشعار ديالأخدار بلا من سميها وهي من دولة روسية والتي عندها عدد من الشركات ونرى بأن كلها تشتغل في المغرب وكتشتغل في عدد من الدول والآن هذا النوع ديالة التبيق اللي الآن نطع لها درجة لا محليا ولا جهويا ولا وطنيا عندنا هذا التبيق يعني كل من يرغب أن يشتغل فقط أن يتوفر على سيارة ويتوفر على رخصة السياقة وهذا يجعلنا بأنه سيندخل الواحد المسائل اللي هي فيها عدد من الأمور اللي غير محسوبة لنحن كسائقين وكذلك المنافسة الشارفة ولذلك مرة أخرى يجب تقنين هذا النوع ديال العمل ديال الوسائل التكنولوجية لأنه الفراغ القانوني والتنظيمي لهذا النوع هو اللي يجعل كما كان قوله دائما من هب ودب كي يقول لي كي يخوكوا التليفون دكي وصيارة وكي يدير يعني التتبيق وكي يشتغل وهنا كنا كان حاربا وحنا داخل سيارة الأجراء عدم ازواجية العمل كسائق لأننا عرفنا بأن في السنوات الماضية هناك عدد من الناس لكانوا يشتغلوا إما في الخاص أو في العام وكذلك قد تكون عندهم العطال يلتجوا ويشتغلوا بداخل سيارة الأجراء برخصة التقا والآن الحمد لله هذه المسألة مبقتش داخل قطاع ديالسيارة الأجراء ولكن ها هي ولت عندنا في هذه الوسيلة للتكنولوجية بأن هناك أناس لا يمتهنون سياقة ديالسيارة الأجراء ويمارسون أعمال أخرى في القطاع الخاص وقطاع العام لأن الضبطات على هذه الحالات وتوجد أشخاص لهم وظائف وفي الوقت الفاريخ ديالهم أو في العطال ديالهم كي يأخذوا السيارة ديالهم وكي يشتغلوا هاد شيء كي يجعلنا هنا المدخول ديال السائق اللي هو بغينه النميه هو بغينه يكون عنده واحد يعني واحد الرصيد ديال المال في هذه المسألة الوسائل التكنولوجية والآن كنشوفه كيتقصى بل أن الناس اللي عندهم أهداف خدوا سائقين كذا رائع للنضال ضد هذا التبيق إذن إلا إحنا بغين التتبيق لأنه واجب علينا نواكب تطور ونواكب جميع الوسائل التكنولوجية لأنه إحنا دخلين في المدين الدكية والمغرب غادي في هذا الاتجاه وإحنا كسائقين واجب علينا كذلك باش انخرطوا في هذا الوسيلة وانخرطوا في هذا العمل اللي هو محبب كما كنقول لدى عداد شريحة كبيرة ديال المواطنين وديال الزبنة اللي بغوا يشتغلوا بهذا الوسيلة وبصيرة الخاصة إذن أنا رسلتي اليوم يعني للمسؤولين على القطاع كوزارة الواصية الداخلية وكذلك كوزارة النقل لمنحقات الخاص لها الفئة ديال السائقين المهنيين لأنه الآن كيتبين بأن هناك خصص رغم أن السيد وزير الداخلية في واحد المدخلة دياله كيقول بأنه لا يمكن نعطيه المأدونيات أو الاستغلال لصيارة الأجرى إذن هناك تبين بأنه هناك اتجاه تاني للتوجه بين والتوجه اللي هو ديال التكنولوجيا وديال الترخيص للشركات إذن نحنا كنرفضوا رفضا تاما بأنه باش يجيوا عدتني دخالة ويجيوا الناس صاحب الشكراء للقطاع ويقولوا عدتني ديال الشركات وإحنا كسائقين نقولوا عدتني حطوا الطلبات ديال الاشتغال ونقلبوا باش نقدموا عندهم لما لا تعطيه الترخيص المباشر لهذا السائق للاشتغال يعني بوسطته بترخيص مقنان ومعترف به وكذلك هاد السائق اللي قد يشتغل بهذه الوسيلة وبسيارة خاصة وإحنا ما كنقولوا سيارة خاصة وإنما تكون سيارة من نوع الآخر وتحمل دائما الشارع ذيال التاكسي كما في الدول يعني الأوروبية والعالمية يعني كين نموداج في بلجيكا كين في الإنجليز كين في توركيا كيكونوا سيارات خاصة لهذا النوع وكتكون عندهم الإشارة وكين عندهم واحد تعريفة خاصة وكذلك عند زبناء خاص وعند محطة خاص وهنا غد يكون واحد تنافس شريف ولكن خاص يكون المستفيد الأول والأخير هو هذا السائق المياني بما أننا نحنا كنسمعه بأنه يعني العملات والولايات وكذلك يفتحوا واحد البواباء للسائقين لكل من يرغب في استغلال تفويد وتشجيل اسمه داخل السجيل الإقليمي إذن هذه فرصة للولايات وكذلك الوزارة تعطي واحد الترخيص لهذا السائق لأنه بجرة قلم غد يكون عند الترخيص كما تعطت النقل المزدوج لأنه نحنا معه غد كنطلبوش ميزانية مالية أو لتخطيط وإنما هناك جرة قلم اللي غد يتعطي الترخيص لهذا السائق اللي غد يشتغل بهذه هيه وغد ينخرط في جميع الوسائل اللي هي ديال التأمين الصحي وكذلك ينخرط في تقاعد دياله وكذلك غد يكون عنده تأذية الضرائب إذن هنا غد يكون وعد نعديل رابح رابح لما بين السائق وكذلك الدولة وما غد يكون شوائية عشوائية وغد يكون تقنين لفائدة السائقين وكذلك أن هناك سائقين يعيشون البطالة والعطالة وهناك سائقين كذلك ما عندهم وعد استقرار العمل داخل قطاع ديالسيارة الأجراء وبما أنه الآن كنشوفوه في هذه المذكيرات الوزارية والقرارات العاملية هناك عدد من السيارات لما عندهم مش دوي الحقوق ومتوفين أصحابها غد يتحييذ من الحضيرة ديال السير والجولان وهذا هي الفرصة باش إلا ما كناش المعدنية نعطيه الترخيص لهذا السائق اللي غد يمكن يدير وحد كريدي وغادي يخرجوا بعض سيارة دون جودة عالية وغادي يقدموا بعض خدمة في الجودة وهنا غادي نحيدوا هذه الصراعات اللي كيكون بيننا وبيننا سخنين لأنه هناك الآن سائقين اللي يمشونوا الضفة التانية وهما كيشتغلوا في هذه الوسيلة ديالنقل عبر تطبيقات مقابل أجر ولكن هو غير قانوني وغير مرخص بل أنه الآن بدك يفرض رأسه بهذه الطريقة وإحنا ما حبب بناش هذه الفكرة لأنه ودخلنا ذبب بعض الصراعات ما بيننا وبين هذ الناس اللي كيشتغلوا داخل هذ التطبيق وهذه الصراعات هي غير قانونية لأنه البركاج والكامل لهذه الناس والرصد كل شيء كي يعقب عليها القانون وإحنا في دولة المؤسسات بل غادي نضربوا بالحقوق ديالنا ونستقروا هذ العمل ونستقروا هذ الناس ليهما ما عندهم مش علاقة بالمهنة ديال السياقة وكيشتغلوا بهذه المسائل اللي هي الآن كتضر نحنا كسائقين أولاً وكتضر نظرة بأن أولينا كنشوفه في الشوارع عندنا سيارة الأجرة تتبركي سيارة خاصة وفيها الزبنة وحنا في المدن اللي فيها هذ النوع ديال الاشتغال كلها مدن سياحية أقدير الضرب إذا مراكش فاس مكناس طنجة كلها مدن سياحية وهم لي كتكون هذ المدن سياحية كتكون عندنا وعد نظرة خيبة بأنه عندنا الإشكال دائماً في النقل والتنقل وأنا كنشير وعد الإشارة لأنه عندنا خصاص داخل المدن وكذلك في جميع البوادي والحواظير والهوامج ديال المدينة في وسائل ديال النقل لأنه بدليل ذلك أننا كنوجدوا الأنواع ديال النقل السري النقل السري على الدواب النقل السري على درجات تلاتية العجلات النقل السري بسيارة خاصة والإشكال بأنه نحنا ولينا كنكتشف بأنه ليست فقط السيارة التي تشتغل بالتسبيق هي اللي كانت زحمنا داخل قطاع سيارة الأجر أو كانت زحمنا نحن كسائقين لأنه أولاً كانت زحمنا نحن كسائقين اللي كان نشتغلوا داخل قطاع ديالسيارة الأجر اللي كانت توفروا فقط على رخصة التقاء وبتاقة مهانية وإحنا كان لدينا أمال داخل هذا القطاع بأنه نهاراً سيكون عندنا الترخيص أو نشتغلوا اللي نحن في عمل مستقل وقر وإلا فإذا به أن الآن ولينا كنسمعوا بأن هناك شركات اللي غادي يضغزوا يعني هذا النقل وغادي يكون عند الترخيص ومن الآن خاص السائقين كلهم اندذوا ويوضعوا ملفات الطلابة ديالهم بأنهم مستعدين ينخارطوا في هذا النوع ديالتكنولوجيات تبيق والاشتغال بوسائل يعني خاصة مقابل أجر ولكن بترخيص وهنا غادي نكون إحنا سفدنا من عدد ديال السائقين اللي غادي يوليوا مستغلين وغادي يكون عندهم يعني واحد الدخل ديالهم قارلوا كي يشغلوا في شي حاجة اللي هي ديالهم وغادي نخارطوا في جميع الوسائل ديال السنادق ديال صندوق الضمان الاجتماعي لا المعيشي ولا العائلي ولا الصحي ولا التقاعد وهنا غادي نقدروا نأمنوا هذ النوع ديال التكنولوجيا اللي هو الآن جاي لأنه بمجرد أن المغرب غادي يحتضن عداد من التظاهرات العالمية والآن بديناك نشوفوه بأن هناك مهرجانات لكل شي كي نفس عيدية في تنجاف في مراكش كلها مؤخران وكلها كالجيو والناس المفود من الدول الخرين وخاصة نوجدهم لهم الوسائل النقل بوسائل اللي هي يعني نمو داجية ودوجة ودعائلة عالية وهنا غادي نقدروا بأنه نحن نخدمه في وسائل اللي هي ديالنا خاصة وكذلك مواكبين العصر